بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مع قناة ايزي ماس هدف قناتنا هو تبسيط مادة الرياضيات حلقة النهاردة هي عن القسمة المطولة للصف الخامس الابتدائي من الدروس اللي الطلبة بيعتبرها دروس ثقيلة ودروس رزلة بجد هي دروس القسمة المطولة بسبب طول الخطوات بتاعتها النهاردة احنا هنستخدم طريقة جديدة وهي طريقة تقصير القسمة المطولة هنخلي عملية الاسم المطولة اسمة قصيرة بطريقة اضرب ولا ايه يعني ايه اضرب ولا ايه يعني هنستخدم عملية الضربة عشان تأثر علينا عملية الاسم المطولة ايوه هنستخدم عملية الضربة عشان نأثر على نفسنا عملية القسمة المطولة طيب ما تيجي كده مع بعض نشوف الطريقة اللي احنا بنستخدمها عشان نغصر عملية الاسم المطولة اللي هي طريقة اضرب ويلاقي تعال ناخد المسألة اللي قدامنا دي 7,475 قسمة 325 هنستخدم الجدول اللي احنا بنستخدمه في الاسم المطولة بشكله التقليدي جهة اليمين هنكتب العدد المقسوم اللي هو 7,475 وجهة اليسار هنكتب العدد المقسوم عليه اللي هو 325 الاول هنجزأ العدد المقسوم بما ان انا بقسم عدد مكون من 4 ارقام على عدد مكون من 3 ارقام عشان نساهل عملية الاسمك بما اني بقسم على عدد مكون من 3 ارقام يبقى ناخد عدد مكون من 3 ارقام نقسمو عليه عندي هنا 7,740 هنستخدم بقى طريقة اضرب ولاقي يعني ايه اضرب ولاقي هنستخدم الجدول الصغير اللي جهة اليسار دهوت هنستخدم عمليات ضرب عشان نوصل للعدد المقسوم تعالوا كده نشوف هنضرب الواحد في 325 بتسوي كم؟ بتسوي 325 هل انا وصلت لل747؟ لا لسه ما وصلتش يبقى نجرب الاتنين اتنين في 325 بكم؟ ب650 هل انا وصلت لل747؟ لسه ما وصلتش نجرب الثلاثة الثلاثة في 325 بتسعمية خمسة وسبعين هل انا وصلت لل747؟ ده انا وصلت لل747 وعدتها كمان يبقى ايه؟ سطوب اوقف هنا اعمل باقي دلوقتي ادور على ال747 يطرى موجودة ده انا عندي 325 وعندي 750 وعندي 975 ال747 مش موجودة بس هندور عن موقعها يطرى هي بتقع ما بين ايه؟ هي بتقع ما بين عددين هتبصت لها تقع ما بين ال650 والتسعمية والتسعمية وسبعين انهي الاقرب ال650 ولا التسعمية وسبعين الاقرب لازم يبقى اصغر من السبعمية سبعة وربعين طالما انا ملقتش السبعمية سبعة وربعين يبقى هاخد هنا ال650 باعتبرها هي العدد الاقرب اخد ال650 ده واعلم عليها كده هي والرقم الصغير اللي قدامها الرقم الصغير اللي قدامها ده هوت هاخده واكتبه في الناتج يعني نكتب في الناتج فوق ايه؟ اتنين بعد كده ارجع للرقم الكبير او للعدد الكبير اللي هو ال650 واكتبه تحت العدد المقسوم العدد المقسوم كامل اللي قدمت عليه 747 يبقى هحط تحت ال650 اه دي ال650 ونعمل عملية طرح سبعة نائس صفر سبعة اربعة نائس خمسة ما ينفعش نستلف من السبعة واحد يبقى الاربعة دي هتبقى كام هتبقى اربعة اشر اربعة نائس خمسة يبقى لي تسعة السبعة استلفت منها واحد يعني بقى ستة ستة نائس ستة صفر الصفر على الشمال ما لوش اي لازمة بقى عندي دلوقتي سبعة وتسعين طب ينفع عقسم السبعة وتسعين على تلتمية خمسة وعشرين بالتأكيد ما ينفعش لان السبعة وتسعين اصغر من التلتمية خمسة وعشرين يبقى هنزل الرقب اللي عليه الدور الخمسة انا ما استخدمته هش تغل دلوقتي يبقى نزل الخمسة ديت جنب السبعة وتسعين بقى عندي كم دلوقتي تسعمية خمسة وسبعين ارجع للجدوى البتاع ده هو اللي موجود جهة اليسار وابحث عن التسعمية خمسة وسبعين يطرى في تسعمية خمسة وسبعين ده انا لو والرقم الصغير اللي موجود قدامها الرقم الصغير اللي هو التلاتة اخذهه واكتبه في الناتج والتسعمية خمسة وسبعين اكتبها تحت التسعمية خمسة وسبعين ده عددين متشابهين يبقى هنعمل عملية طرحه خمسة خمسة صفر سبع سبع صفر تسع نقص تسع صفر بقى عندي الناتج كل صفر يبقى كده عملية الاسمة بتاعتي قصمة منتهية يبقى ناتج الاسمة بتاعي كم دلوقتي تلاتة وعشرين اخذ التلاتة وعشرين واجتبها في الناتج اذا سبع تلاف وربعمية خمسة وسبعين قصمة تلتمية خمسة وعشرين بتساوي تلاتة وعشرين يارب بس تكون الفكرة وصلة لكم لان الفكرة ده انت لو استوعبتها كويس جدا هتحس ان عملية الاسمة المطولة باقت عملية سهلة وما بقى اشفها اي صعوبة طيب تمام تعال ناخد مسألة كمان اكبر من دي ونطبق عليها نفس اللي احنا طبقناه في المسألة الاولى عندي هنا تسعة وعشرين الف ربعمية وتلاتين قسمة ستمية اربعة وخمسين هناخد العدد المقسوم اللي هو التسعة وعشرين الف ربعمية وتلاتين واكتبه جهة اليمين ده هو العدد المقسوم والعدد المقسوم عليه اللي هو ستمية وعشرين هكتبه جهات اليسار في الخاندي تمام هنبدأ بقى دلوقتي نجزأ العدد المقسوم انا مش هقسمه كله على العدد ده ده انا عايز اجزأه عشان ابسط عملية الاسم طيب المقسوم عليه عدد مكوم من ثلاث ارقام يبقى نبدأ نجرب عدد مكوم من ثلاث ارقام ونقسم يبقى هنشوف المتين اربعة وتسعين ونقسمها على ستمية وخمسين هنلاقي ان المتين اربعة وتسعين اصغر من المقسوم عليه يعني كده عملية الاسمة مش هتمفعل في الحالة دي استعين بصديق ناخد الرقم المجاور اللي هو كام التلاتة بقى عنتي دلوقتي الفين تسعمية تلاتة واربعين دا دلوقتي بقى هو العدد المقسوم وينفع عملية الاسمة لان العدد المقسوم دلوقتي اكبر من المقسوم عليه تمام ايه بقى اللي انا هعمله بقى دلوقتي نستخدم طريقة اضرب ولا ايه هنبدأ نجرب عمليات ضرب في العدد المقسوم عليه ونبدأ دايما بالواحد لحد ما نوصل للعدد المقسوم الواحد في الستمية اربعة وخمسين بستمية اربعة وخمسين هل وصلنا للالفين تسعمية تلاتة واربعين لا لسه ما وصلنا طيب نجرب نضرب في الاتنين الاتنين في ستمية اربعة وخمسين اتنين فاربعة بتمانية اتنين في خمسة بعشرة صفر ومعايا الواحد اتنين في ستة باثناشر ومعايا واحد يبقوا تلاتاشر وصلنا لكم الف وتلتمية وتمانية لسه كده موصلناش للعدد المقسوم يبقى نجرب نضرب في التلاتة هنضرب التلاتة في المقسوم عليه يعني هنضربها في ستمية اربعة وخمسين يلقي التلاتة في اربعة باثناش اتنين ومعايا الواحد التلاتة في خمسة بخمستاشر ومعايا واحد يبقوا ستة ومعايا الواحد التلاتة في ستة بطمانتاشر ومعايا واحد يبقوا تسعتاشر وصلت الكام الف وتسعمية اتنين وستين لسه كده موصلتش للالفين تسعمية تلاتة واربعين يبقى نجرب الاربعة نضرب برضو الاربعة في العدد المقسوم عليه إلا اربعة في اربعة بستاشر ستة ومعايا الواحد اربعة في خمسة بعشرين ومعايا واحد يبقوا واحد وعشرين واحد ومعايا الاتنين اربعة في ستة باربعة وعشرين ومعايا اتنين يبقوا ستة وعشرين يا طرح وصلت للالفين تسعمية تلاتة واربعين لا لسه ما وصلتش لان انا دلوقتي وصلت للالفين ستمية وستاش يبقى نجرب نضرب فيه الخمس هنضرب الخمسة برضو في العدد المقسوم عليه الخمسة في اربعة بعشرين صفره معي اللي اتنين الخمسة في خمسة بخمسة وعشرين ومعي اتنين يبقوا سبعة وعشرين سبعة ومعنا اللي اتنين الخمسة في ستة بتلاتين واثنين يبقوا اتنين وتلاتين وصلت الكام قال تلات تلاف متين وسبعين يعني اعديت العدد المقسوم يبقى وقف لحد ايه هنا نرجع بقى للعدد المقسوم الفين تسعمية تلاتة واربعين وندور عليه للجدول اللي موجود جهة اليساء يطرى في هنا الفين تسعمية تلاتة واربعين لا ده مش موجود طب نشوف موقعه كده الفين تسعمية تلاتة واربعين هتلاقي ان الفين تسعمية تلاتة واربعين ديت بتقع فين بتقع ما بين الفين ستمية وستاشر والتلات تلاف متين وسبعين طيب من الاقرب للالفين تسعمية تلاتة واربعين الاقرب هو الالفين ستمية وستاشر الاقرب دايما هو الاصغر يبقى علم على الالفين ستومية وستاشر والعدد الصغير اللي موجود قدامها ناخد العدد الصغير اللي موجود قدامها اللي هو الاربعة ونكتبها فوق في الناتج ادي الاربعة انا كتبتها بالانجليش مفيش مشكلة اربعة بالعرب تمام بعد كده هنعمل ايه ناخد العدد الكبير اللي هو الالفين ستومية وستاشر ستاشر ادي الفين ستومية وستاشر واعمل ايه اعمل عملية طرح يبقى هنا التلاتة ناقس ستة مش هينفع هنستلف من الاربعة واحد يبقى التلاتة تبقى تلاتاشر تلاتاشر ناقس ستة يبقى لي سبعة اللي اربعة استلفت منها واحد يعني بقيت تلاتة تلاتة ناقس واحد بتساوي اتنين تمام تسعة ناقس ستة تلاتة اتنين ناقس اتنين صفر الصفر عالش مال ملوش لازمها بقى عندي تلتمية سبعة وعشرين طبعا التلتمية سبعة وعشرين مش هينفع اسمها على الستمائة وخمسين ليه لان المقسوم اصغر من المقسوم عليه في الحالة دي هننزل العدد اللي عليه الدور او الرقم اللي عليه الدور اللي احنا ما استخدمناهش الصفر ما استخدمتهش يبقى ننزل الصفر بقى عندي دلوقتي تلات تلاف ميتين وسبعين ادور عليها في الجدول اللي موجود ديها تليسار يطرى في تلات تلاف ميتين وسبعين ايوة دي موجود مية مية طالما نلاقي العدد بتاعي موجود يبقى انا وفرت على نفسي خطوات كتير ادي تلات تلاف ميتين وسبعين ناخد الرقم الصغير اللي موجود قدامها اللي هو كام؟ اللي هو الخامسة اهو واكتبه فوق في في الناتج والعدد الكبير اكتبه تحت يبقى تلات تلاف ميتين وسبعين هنكتبها تحت تلاف متين وسبعين نفس العددين متشابهين هنعمل عملية طرح يبقى صفر نقص صفر صفر سبع نقص 7 صفر اتنين قصرا صفر تلاتة نقص ثلاتة صفر يعني الناتج كل صفار يبقى دية قسمة منتهية يبقى كده عملية الاسمة خصف وبقى الناتج بتاعي كان بقى هو الخمسة واربعين ارجو ان تكون الخطوة بتاعتنا سهلة وتكون بسيطة ونقدر نطبقها بكل بساطة على اي عملية قسمة مطولة اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناة ايزي ماس هدف القناة بتاعتنا هي تبسيط مادة الرياضيات وتبسيط العمليات الصعبة في مادة الرياضيات اشوفكم على خير ان شاء الله مع فيديو جديد ومعلومة جديدة مع قناة ايزي ماس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته